تعبئة حاشدة غير مسبوقة تعيشها مدينة جوزبيضة حاضرة ولاية سلا حيث اكتست شوارعها حلة جديدة تزينها الأعلام الوطنية المرفرفة في سمائها إنها تعيش لحظات كرنفال حافل بشتى أنواع الطيف والجمال استعدادا لاستقبال رئيس الفترة الانتقالية الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو الذي يزور المنطقة لأول مرة منذ توليه زمام الأمور في البلاد وقد بلغت وطيرة الاستعدادات لاستقبال رئيس الجمهورية أوجها بدءا من داخل المدينة وحتى المطار الذي اكتز بالمستقبلين وفي تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي للمدينة هبطت الطائرة التي على متنها رئيس الجمهورية والوفد المرافقة له في مطار جوزبيضا وكان في طليعة مستقبلي رئيس الجمهورية بأرض المطار حاكم ولاية سلا إسماعيل يمود جربو وقائد المنطقة العسكرية رقم 11 إغري أنغري ونائب عمدة بلدية المدينة محمد السوار بالإضافة إلى سلطان دارسلا جلالة مصطفى سعيد إبراهيم بعد إطلاق حمامتي رمز السلام ألقى رئيس الجمهورية التحية للجنود ومن ثم صافح الطابر الأمامي المكون من كوادر أبناء المنطقة وممثليها في المجلس الوطني الانتقالي والأعيان من السلطات التقليدية والمسؤولين الإداريين وفي طريق الموكب الرئاسي إلى حيث مقر رئيس الجمهورية اصطفت جماهير حاشدة من السكان على امتداد الطريق تصدح بهتافات وزغاريدة تعبر عن حفاوة الاستقبال وحرارة الترحيب بزيارة هذا الضيف الكبير للولاية وتعتبر زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية سلة جزءا من جولته المدرجة في جدول زياراته إلى الولايات ومساعيه الحثيثة للاستماع إلى مطالب السكان البحليين وإشراكهم في عملية صنع القرار السياسي ومن المنتظر أن يجري رئيس الجمهورية لقاء مع القوى الحية لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام طريق تنمية الولاية وتشكل ولاية سلة صورة مصغارة عن شاد وهي نموزج حي للتعايش السلمي والعيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع كما تستضيف على أراضيها آلاف اللاجئين السودانيين الفارين من ويلات الحروب اشتركوا في القناة